عادة أنت أذر مني بكثير بهذه القضية تبارك مؤرخة يعني المنتصر هو الذي يكتب التاريخ عادة حتى الآن تاريخ الحرب الأهلية تاريخ لبنان منذ ذلك الفترة وحتى الآن لم يكتب برأيك مش شو السبب يعني في كثير حاولوا كتابة هالتاريخ في مرحوم سمير أصير مؤرخ يعني نحن بنعرفه كصحف مشهور وكمناضل بس هو كمان مؤرخ كتب تاريخ الحرب اللبنانية في كثير كتابات أخرى صارت دكتور عبد الرقوف سنو كل هالمؤرخين اجتهدوا لا يلاقوا يكتبوا تاريخ الحرب اللبنانية بس الناس ما بتوافق على كل الأشياء علمية تاريخ العلمية اللي بيعتمد على الوثائق وبيعتمد على أدلة علمية عرفت كيف على شهادات موصوق بها عرفت كيف حتى لو هي شهادات شفاهية هالأشياء هاي أكيد بتأدي إلى كتابة علمية للتاريخ لماذا لم تكتب حتى الآن؟ كتبت فيه كتير كتبوا عم قللك عم بعطيك أسماء لا أنا ما عم بحكي على صعيد أسماء أنا عم بحكي على صعيد هيئات رسمية في لبنان لأنه الهيئات الرسمية موجهة من قبل الهيئات الحزبية أنا كنت بلجنة لنكتب تاريخ لبنان أنتجنا اثنين مشروعين وما مشي الحال لأنه الهيئات الحزبية ما كانت موافقة على بعض الأمور أنا هذا اللي بدي أحكي لأنه أنا قرأت عن هذه الحادثة اللي عم تحكي عنها وحتى بكل البلاد هيئك فيه صراع على التاريخ يعني فيه فئات عندها تاريخ الخاص بدها تقحموا بالتاريخ الوطني عرفت كيف؟ وهيدا كتب عنه أحمد بيدون بكتابه الصراع على تاريخ لبنان يلي هو إقحام التاريخ الطائفي بالتاريخ الوطني بالتاريخ البلد يعني كل واحد بده أنه تاريخ كنيسته ولا طايفته يكون هو التاريخ الرسمي طبعا البلد وهيدا الشيء ما ممكن لأنه بس هيدا الشيء طبيعي بكل البلدين لاحظت أنه أنت عم تتحسسي لذلك دايما بتقولي لي أنه مش بس بلبنان بكل العالم هيك يعني أنه نحن وضعنا سيء بس وضع العالم كمان أسوأ لا بس بالعالم الآخر في حقوق وواجبات في المواطني هذا الشيء غير متوفر ببلدان العربية عموما يعني في محاولات في ناس بيشعروا أنه هن بوطن وهيدا الوطن هو شعب وأرض ومضرورة الحكومة يعني تكون هي ممثلة لا أنا عم بسأل مؤرخة عم أقول أنه في بلبنان بذور لشعور بالمواطنة وفي بذور لنشأة الدولة في مجتمع مدني عم بيوجه كمان عم بيحاول يأثر على الدولة لحتى تتجه بالاتجاه الصحيح وان شاء الله الشيء يمشي ترجمة نانسي قنقر